حسب الغرفة الوطنية لكراء السيارات فإن القطاع غير المنظم لكراء السيارات يكبد الدولة خسائر سنوية تقدر ب150 مليون دينار إذ يعتبر المهنيون وأصحاب شركات كراء السيارات أن القطاع الموازن الذي يضم أسطولا يتكون من 52 ألف سيارة يقوم بتخريب القطاع المهيكل ويلحق أضرارا جزيمة بالشركات التي تعمل بصفة قانونية اليوم نحكيه على 150 مليون دينار خسائر للدولة هذه مبالغ ما دخلتش الكيست الدولة خسرتها نتيجة هذا القطاع الموازن لأنه وقت اللي تكري سيارة من غير معناها ما تكون السيارة هذه عليها عقد كراءة ومن غير ما تكون عليها بطاقة استغلال ما عندهيش حتى هوية السيارة هذه هو خطر يمس المستعمل الطريق السيد هذه اللي واخد السيارة ما عندهيش عليها أمنة فيها عناصر السلامة ولا ما فيهيش انتي ما عندك حتى شي يفيد اللي انتي سيارة ذي أجرته ما عندكش لا عندك عقد لا عندك بتاقة استغلال في السيارة لا عندك حتى شيء بالنسبة للقضاء وللأمن انتي مسؤول على السيارة ما عندكش حاجة تحميك اللي أنا عندي عقد كريت به سيارة وهذه من أكبر المشاكل قطاع غير منظم في كراءة السيارات واحنا بلد سياحي واختجون السياح ويبدأ شخص لا يعمل في إطار قطاع منظم ينجم يقوم بعمل التحيل ينجم أنها يضرب سمعة تونس رئيس الغرفة الوطنية لكراءة السيارات أفاد بأنه تقرر تكثيف الحملات الأمنية للتصدي للقطاع الموازي وذلك على إثر جلسة عمل انعقدت بوزارة النقل وتم خلالها تداول في مشروع كراس الشروط المنظم للمهنة بالنسبة للداخلية الحملات متواصلة ما هيش مربوطة بوقت وبزمان لا لا بالعكس هي متواصلة على مدة السنة كاملة ثم حاجة أخرى اللي قامت بها الغرفة الوطنية شركية كراس سيارات حاليا أحنا بيستدد تنقيح كرة الشروط الجديد وتم التقليص في عدد سيارات من 20 إلى 15 سيارة فقط للباعثين الجدد مددنا في بطاقة الاستغلال للسيارات من 48 شهر إلى 60 شهر تقريبا السيارة اليوم والتي تخدم خمسة سنوات وأضفنا إلى الأسطول الحافلة من فئة 16 مقعد أهل القطاع يعتبرون صحبة خبراء في الشأن الاقتصادي والجبائي أن القطاع غير المنظم لكراء السيارات يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني شأنه شأن التجارة الموازية في كافة القطاعات إذا انتلقنا من قطاع كراء السيارات بش نقول القطاع الموازي بصفة عامة وتأثيره على الاقتصاد الوطني القطاع الموازي يمثل حوالي 35% من النتش داخل الخارج يعتبر حوالي 61 مليار دينار أنا مليش بعض برشعة الميزانية متع الدولة وبالتالي عنده تأثير سلبي كبير على الاقتصاد متع بلادنا الحل الجذري هو تغيير العملة يوليون الناس يصبحون مجبرين على تغيير العملة وقتها نقول لهم أعطينا 10% من المبالغ هذه الأوراق النقدية التي سيقوا تغييرها ثانيا يزم فتح بتينده بشيء المعروفين لدى مسارح الجبائي كما كشفت الغرفة الوطنية لكراء السيارات أن القطاع المنظم يضم 531 شركة وحوالي 26 ألف سيارة إضافة إلى توفيره أكثر من 11 ألف موطن جغل بشكل مباشر وغير مباشر شكرا